أكد اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن مصر خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تقفز بها خطوات للأمام لسد أو تقليل الفجوة الغذائية وفي كلمة له خلال افتتاح مجمع الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الألية في مدينة السادات وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أبو المجد إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف منها الأمن الغذائي سيادة الرئيس تنفيذا لتوجهات سياداتكم المستمرة ومساهمة مع أجهزة الدولة المختصة في وضع نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لأبناء وطننا الغالي مصر خاصة في ظل تدعيات العالمية الحالية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة نستهدف منها أمننا الغذائي واسمحوا لي سياداتكم أن أستعرض أهم هذه المشروعات زراعة 400 ألف فدان حالياً بواسطة القمح والمحاصيل الحقلية المتنوعة منها 300 ألف فدان بجنوب الوادي بالإضافة للمساحات المنزلعة بالصوب الزراعية والأراضي المفتوحة بكل من النبارية ووادي الملاك ووادي النطرون والتل الكبير ووادي الشيح ومزرعتين الإرادة وتحيا مصر مشروع استصلاح وزراعة مليون فدان بالتعاون مع العيلة الندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة مخطط زراعة 600 ألف فدان بتوشكة علاوة على 400 ألف فدان جاد استصلاح حالياً ضمن 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتة الجديدة العملاق بمنطقة الضبع